موسيقى حياكم الله مشاهدي ومستمعين مدانة حامد السيد وحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ناس وحكومة يوم الخميس الماضي مشاهدين ومستمعين شهد مجلس محافظة بغداد جلسة استجواب لحكومة بغداد تحديدا السيد علي التميمي محافظ بغداد وبطريقة طبعا تقليدية كل استجواب يحصل فيها نوع من المشادات والتلاسن والصراع والنزاع على اعتبار أن المستجوبين بالنهاية ينتمون إلى إرادات سياسية وكتل سياسية وحسا يقولون الاستجواب سياسي نعم هو الاستجواب لازم يكون سياسي لأن بالنهاية المستجوب لديه غرض سياسي محدد هو معارض مثلا لممارسة الحكومة المحلية أو معارض مثلا لممارسة حكومة الاتحادية وبالتالي لا يخلو أي استجواب حتى في البرلمان من أغراض سياسية فاللي يقول أن هذه الاستجوابات الغاية منها هو تمشية مصالح سياسية هذا الأمر ما يقنعني أنا كمتابع ومشاهد ومتلقي للحالة العراقية لأن العلوم السياسية تخبرنا خصوصا العلوم الحديثة تقول وتقر بأن ما يمارسه المعارض وما يمارسه عضو البرلمان أو عضو الحكومة المحلية هو عمل سياسي بحد ذات فلا ننزعج من أي ممارسة أو أي دور سياسي حتى لو كان استجواب هل سترضو يكون لصالح المواطن؟ هاي بعدين لازم ندرس نوايا وقناعات المستجوب أو المستجوب وبعدين هنا لازم نغربلها ونفصلها ونحللها ونعرضها على الواقع وإذا استجابك للواقع ذاك الوقت نقول يا بنوايا المستجوبين نوايا سليمة وماضين بطريق صحيح لكن المشاهدين ومستمعين ما حصل فيه مجلس محافظة بغداد في الخميس الماضي بطريقة مؤسفية تكرر حادثة التلاسون والمشادات الكلامية وهذا ما يسبب طبعا بإخلال نظام الجلسة مثل ما يحصل في البرلمان العراقي التلاسون اللي يحصل بين نواب آخرها كان التلاسون اللي يحصل بين النائبة حنان الفتلاوي والنائب رياض غالي عن التيار الصدري في مجلس محافظة بغداد حدث نوع من المشادة الكلامية بين ائتلاف دولة القانون وبين كتلة الأحرار في مجلس محافظة بغداد وبالتالي تأجل التصويت أو حسم قضية أو مصير محافظة بغداد إلى يوم الأثنين المقبل يعني يوم غد هسنا لازم نعرف الباتش المشاهدين ومستمعين مجلس المحافظة عاكف على تكرار الاستجواب والامضاب الاستجواب استكمال الاستجواب إقالة محافظة بغداد طيب إقالة المحافظة مهيئة إلى بديل الملفات اللي تم عرضها في مجلس المحافظة في يوم الخميس الماضي هذه ملفات مصيرية تستدعي استجواب المحافظ أكون نزاع غريب مشاهدين ومستمعين صراع ومأزق كبير يسمى طبعا ويصنف بأنه صراع الملفات وهذا برص طبعا مؤخرا حتى في البرلمان العراقي اللي هو ما تشكل أو ما نتج عنه كتلة الإصلاح التي طبعا هددت ولوحت بكشف ملفات وعرضت ملفات عديدة من ضمنها ملف وزير الدفاع وملف وزير المالية ققيل طبعا وزير المالية ووزير الدفاع على أثرها وبقيت وزارتين هاتين الوزارتين المهمتين طبعا شاغلة إلى الساعة وإلى الآن لا متفق أو لا إجماع سياسي على المرشحين طبعا ويعد السيد العبادي بدأ قديم المرشحين أما نرجع إلى ملف العاصمة في بغداد شنو اللي سواه سيد علي التميمي في محافظة بغداد هذا السؤال دائما يبدو في ذهن كل مواطن أولا علينا أن نصنف صلاحيات سيد المحافظة السيد المحافظ هو بالنهاية محافظ لأطراف العاصمة ما الذي أنجزه وما الذي قدمه لأطراف العاصمة العراقية اللي هي بغداد وبعدين ما الملفات وحجم الملفات اللي يتحدث عنها نواب في اقتلاف دوت القانون داخل جلسة الاستجوار في يوم الخميس الماضي وهل فعلا هذه الملفات تستوجب إقالة محافظة بغداد التميمي وما موقف التيار الصدري أو كتلة الأحرار الصدرية في مجلس المحافظة ستبقى صامتة متفرجة عن هذه الملفات ستعرض أسماء ستعرض تواطئ جهات محددة ونسمع وأيضا يصنى من هذه الجلسات ومن داخل هذه الاجتماعات أن هناك أسماء ترد وهي شريكة بصفقات مالية كبيرة بنسب ومشاريع واستثمارات واستحواذ هذا كله سنتحدث عنه بشكل سريح وبشكل موضوعي في حلقة اليوم مشاهدين مستمعين ضيفي في الستوديو السيد سعد المطلبي وعضو مجلس محافظة بغداد عن دولة القانون أهلا ومرحبا بك تحياتي لكم ولمشاهدينكم ومن الستوديو الآخر الأستاذ أحمد المالك يعضو مجلس المحافظة عن الأحرار أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد أهلا ومرحبا بك شكرا لحضورك دعونا في البداية نشاهد مشاهدين المستمعين زمينا ياسر الحطاب الذي أوجز ما حصل في جلسة الخميس الماضي في مجلس المحافظة جلسة مجلس محافظة بغداد التي خصصت الاستجواب المحافظة عن التميمي انتهت بمشادات كلامية واستعراض بين الأحزاب وتأجيلها إلى يوم الاثنين المقبل فدولة القانون الذي تبنى الاستجواب اتهمت تميمي وكتلته بحرف مسار الجلسة والهروب من الاتهامات الموجهة إليه التي تتعلق بملفات فساد مالي وإداري يعني هناك تغيير في مواصفات المشاريع لعله تتضمن خلل كبير في هذه المواصفة وكذلك تترتب عليها مخالفات مالية هناك أموال لعله تنتج نتيجة لهذا التغيير هناك أغراض من هذا التغيير في هذه المواصفات بالإضافة إلى هناك مشاريع أخرى كثيرة في الواقع لن نتمكن من طرح بسبب خلق جو غير مناسب لهذا الاستجواب ونحن نرفض حقيقة هذا التسييس لهذه المسألة وإنحراف الجلسة بهذا الشكل المشكلة والإشكال القانوني أصبح أن المستجوب هو في لجان التحليل والعطاء يعني مسؤول للنزاهة ومسؤول على إشاف المتابع وبالتالي هذا إشكال قانوني أن يكون المستجوب بعيد عن هذه الدائرة لأنه لا يصح أنه القاضي نفسه هو نفسه الذي يعني عليه اتهام بموضوع المشاريع إذا كان مشكلة في أحد المشاريع مباشرة بعد انتهاء جلسة الاستجواب اتجه المحافظ إلى عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه بلغة الانتقاد والامتعاض من طريقة الاستجواب مشيرا إلى أنه كشف خلال الاستجواب عن فروق مالية عادت إلى خزينة الدولة تقدر بعشرين مليار دينار اليوم احنا عدنا وثائقنا أكو فسائل مالي هذا ملف الأول طلعتنهم فرق عشرين مليار دينار عراقي وراح يشوفون بالأسئلة الباقية شون راح أسوي يعني فأعادتكم بمفاجآت وحقيقة اليوم ما اتطرقت إلا فهذا موضوع بسيط أشرت له ورتدت حدث منه لكن ما خلوني اليوم إذا تسأل بحسابها سياسية هذا مجلس محافظة ما لعلاقة تسأل هذا السؤال لمجلس المحافظة اليوم أنا فريق جانجاز مجلس المحافظة بدوره أكد أنه سيتجه إلى مجلس شورى الدولة لتحديد الأطر القانونية التي يجب اتباعها في الاستجواب المقبل لحساسية الموقف خصوصا وإن المحافظة متهمة بقضايا فساد إداري ومالي في مشاريع أنجزتها خلال المدة الماضية ياسر الحطاب قناة المدى بغداد شكرا ياسر الحطاب أبدأ منك سيد سعد المطالبي أنتم في دورة القانون السيد نائب رئيس مجلس المحافظة يقول ملفات كثيرة لم تكشف بسبب تشويش المحافظة على سير الجلسة أود أن أسمع بالبداية منك أبرز ملف استجواب أو تم استجواب محافظة بغداد التميمي على إثره وأيضا ضرور أن نتابع معاكم ملفات الأخرى نعم بسم الله الرحمن الرحيم تعياتي لكم لضيفكم الكريم ولمشاهدي قناة المدى أهلا بك أولا تحفظات أول واحدة أولا لم تحدث مشادة بين دورة القانون والتيار الصدري وأنما التيار الصدري اختلق أزمات واختلق وافتعل مشاكل وخرق قوانين جلسات الاستجواب وبدأ بالصياح والصراخ ومنهم أخي وصديقي الأخ أحمد المالكي الذي استلم المجلس من الخلف بالحديث بدون إذن وجلسات الاستجواب من المعروف أن لا يتحدث فيها سوى المستجوب والمستجوب ورئيس الجلسة ولكن للأسف الشديد كان لهم رؤية تختلف وقاموا بخلق جو غير مناسب نهائيا بحيث مع حديث الصدريين نفسهم الصدريين نفسهم فلهذا لم يكن نزع بين الصدريين والتال ودعوة القانون وإنما بين الصدريين أنفسهم لخلق حالة الفوضى هذه واحدة النقاط الأخرى أنه هذا من أول سؤال وأول فضيحة وجدنا أوراق مزورة وتواريخ مزورة فضيحة طبعا ووجدنا أن هناك اختلاف في الدعائم لبناية الجنسية العامة التي كان من المفترض يكون قطرها حسب الدراسة والتصاميم الموقعة من قبل الدوار الهندسية موقعة ومختومة وعليها أجريت تخصيص أموال أن القاعدة تكون بقدر 80 سنتيمتر وبعمق 22 متر بقدرة قادر وبطلب من الشركة المنفذة تحولت إلى 45 سنتيمتر وبعمق 12 متر الأدهم ذلك أن هذا المبلغ كان مخصص لـ 80 سنتيمتر و22 متر هو نفس السعر المخصص اللي خصص إيش قد المبلغ؟ 9 مليارات فخصص إلى هذه التقزيم المشروع فالمشروع يعني كأنما تبني ألف متر بنالك 450 متر وبنفس السعر الألف متر هذه مقاربة موها مقاربة راح يجي دورك أستاذ أحمد أكيد لا مهو متعود يشوي شون متعود يشوي شون من المعلومة خطأ لا يخالف يجي شون يظل للرأي العام يا أخي هذا طريقة تشويش اللي يستعملوها هذا تضليل هذا تضليل يعني بعد ما الله على الطبق يعني ما أعرف يعني بعد هس راح يجي دورك أستاذ وترد براحتك وتتحدث وتنظر اللي معلومة غير صحيحة هو هس المعلومة الغير صحيحة راح تصححها أنت حقيقة بالنهاية وراح نستمع لك بشكل تفصيلي كمّل إستاذ سعر ادعو أنه شركة قالت هذا ما ممكن نسويه بـ 80 سنتيمتر لازم نسويه أو بـ 45 سنتيمتر المهم بدون الرجوع للمجلس بدون الرجوع للدوائر الهندسية المختصة والدوائر المالية الهندسية تباوع أنت من تشوي مشروع من المخططات لا نفودي الدارة المالية بالمجلس المحافظة بالمحافظة والمجلس المحافظة فأنت من تغير المخططات لازم ترجع لدارة المالية بالنسبة للمعنى غير المخططات توافقون فنحن أماما ما أخذ موافقة ولا راح ينامهم السيد المحافظ متفقوا إلى الشركة أنه يشتغلون ويشتغلون بالفعل وكلفة المصيبة أنه الكلفة اللي صارت الآن على المشروع بعد زيادة الأموال صارت 45% من كلفة المشروع زيادة باقي المشروع راح نبني ما نجيب الفلوس يعني هو نصف الميزان يستهلكها بس بالأساس بقية الفلوس راح نجيبها زيادة هسر رصدته هسر رصدنا نعم نعم رصدنا قبل فترة قصيرة قبل شهرين وكذا من بدينا عملية الجمع الأدلة وجمع الوثاق بعدين هم يتهموا أنه أنت أستاذ عطوان أنت في لجنة فتح العطاءات زيادة فترة عطاءات شنو علاقتها بالتنفيذ هذي الناس مهندسين قاعدين يفتحونه هذا السعر هلقد وهذا السعر هلقد يابا وافقنا هذا السعر أقل سعر يقدموا للشركة وانته دورهم بعد ما لهم علاقة بالتنفيذ هذا بجانب المحافظة طيب خلأ أعود لي أرجع لأستاذ أحمد أستاذ أحمد هذا الكلام اللي استماعت إلى الآن من سيد سعد سيد سعد المطالبي هو كلام دقيق من وجهة نظركه لا لا أبدا غير دقيق زيادة وضحنا شنو أسباب عند الدقيق تحية لكم والمشاهدين الكرام حقيقة هذا تشويش على الرأي العام على المتل أستاذ سعد علي أنه يكون دقيق بنقل المعلومة الدائرة المالية شلها علاقة بأمور هندسية وتنفيذية هذه أمور بس اسمح لي بس اسمح لي طيمة جاء هذه الأمور تخص الجهة المنفذة دائرة المهندس المقيم وهيئة المستشارين إذ ما طرح أي تغيير حول مواصفات أي مشروع معين لابد إدتك جهة مستفيدة تنظر أكو فائدة يعني تجني من هذا التغيير فتشي زين على سبيل المثال يعني تختصر بأموال بالنتيجة راح تفرق لك بأموال دون الضرر بالمواصفات وجودة البناية بالنتيجة هذا الأمر اللي قدره أو اللي قيمه مو دائرة الحسابات دائرة المهندس المقيم ودائرة المستشارين فبالنتيجة قدت اليوم لما تجي لمشروع يتوفر من عنده أموال معينة فهذا الشيء جيد أم سيء لما يحال مشروع ماء الطارمية على سبيل المثال بـ 350 مليار لما نستاذ علي أو حكومة بغداد الحالية متمثلة بجهاز التحيذي اللي يمثلها سيد المحافظ يحال نفس المشروع بـ 1967 مليار هذا فرق بين المرصود إلى وبين اللي تم التعاقد عليه هاي بالنتيجة انت كجهة تنفيذية وفرت أموال أنا اليوم هاي النقطة الأولى المسألة الأخرى إنه اللجنة اللي براءها استاذ سعد اللي هي لجنة فتح العطاءات والتحليل نعم وأيضا المتابعة أنا اليوم لما اللجنة مسؤولة عن فتح العطاءات والتحليل ولما انتنحال هذه المشاريع إلى الجهة المنفذة وهي الشركة المنفذة أيضا واجب أتابع شروط التعاقد مع هذه لعد منه المسؤول أن تتمثل مجلس محافظة بغداد في المحافظة لمتابعة المشاريع هذا أولا على احتبار المستجوب هو رئيس لهذه اللجنة إضافة إلى كون رئيس هيئة النزاهة نحن اليوم قبل قليل قلت صراع بين اللي حدث بالجلسة بين الصدريين وكتلة القانون لا لا هو مصار صراع مثل ما تفضل أستاذ سعد أتفق به بها الجزئة فقط أتفق معاه إنه مصار صراع فقط أصرينا على تطبيق القانون بحذافيره اليوم لما نجيها المسؤولة على فتح العطاءات وعلى الرقابة وكرئيس نزاه على متابعة بنود التعاقد من هو الجهة المسؤولة هو نفس الأستاذ عطوان اللي هو مستجوب حاليا إذن المستجوب ضمن دائرة الاتهام ضمن دائرة التقصير على احتبار إنه ليش وافق المجلس على إجراءات الاستجواب إذا هو متهم ضمن إجراءات بقوي جايك بالإجابة زين مسألة هذا الكتاب اللي هو ادعى الأستاذ عطوان إنه هذا الكتاب بتوقيع تزوير أولا هو متوقيع المحافظ توقيع أحد الموظفين حسب ما افتهمنا لأن إلى الآن ما شايفين هذا الكتاب يطرح من ضمن الأسئلة اللي وجهت للسيد المحافظ أقول لهذا كتاب المزور أو الشخص اللي يزور الكتاب شنو إجراءاتك عليه شنو اتخذت بحقه أما أبقي مبطن وفي جلسة الاستجواب أظهره هنا المحافظ غير ملزم بالإجابة على أي سؤال لم يذكر فيه ضمن الأسئلة اللي استجوب من أجلها لذلك السيد المحافظ طالبنا أكثر من مرة إنه في سحول المجال حتى أكمل إجابتي وأسهب في إجابته وبالأدلة وبكتب رسمية أستاذ أحمد أنتوا اعتراضكم كصدريين في مجلس المحافظة أعتراضكم هو اعتراض فني لو بالنهاية أنتم تتلمسون على الأقل نوايا السياسية لا 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 النوايا السياسية أشرت إلها أنت تقريرك ومقدمتك المستجوب يتابع إلى جهة سياسية بالنتيجة للاستجواب سياسي لا هو أضيف لك بعد هو استجواب سياسي ودعاية انتخابية مبكرة لإسقاط المنافسين السياسيين مع شديد الأسف بهكذا أساليب ليس من مصلحة المواطن البغدادي والدليل إحنا اعترضنا أنه المستجوب ضمن دائرة الاتهام ضمن دائرة التقصير لا أقول متهم لا وإنما هو على رئيس لجنة مسؤولة عن فتح العطاءات والتحاليل ومتابعة بنود التعاقد إضافة إلى مسؤوليتها الأخرى اليوم ككتلة أحرار وكتحالف من أجل بغداد يعني جعلنا أنه الإستاذ عطوان العطواني رئيس لهيئة النزاهة أيضا جهة رقابية أقوى أنا لو كانت لدي نوايا مسبقة لاستغلال المال العام جهويا أو شخصيا أضع غريم السياسي اللي أعرف مشاكله من بداية الدورة إلى الآن ابتدأنا الدورة بمحاكم وسجالات سياسية وختمناها أيضا باستجوابات وسجالات ممتاز هل ظهرنا في اليوم على الإعلام من أجل الناقش في مشروع بخدمة للمواطن هذا كلام مهم هذا كلام مهم أستاذ أحمد هذا راح ننطلق منه بأسئلة أسئلة ذات أهمية يعني بدأتم الاستجوابات في البرلمان يا ساس سعد أنتم في دولة القانون ونقلتم الأزمة من البرلمان وتعطيل البرلمان بكتلة الإصلاح ما سمعتموها الكتلة المستقلة التي رعاها سيد المالكي ثم انتقلتم بها إلى مجلس المحافظة ومجلس المحافظة الآن يواجه صراع ومنازلة بالملفات واستهداف مبكر للصدريين وصف السيد أحمد المالكي القيادة في كتلة الأحرار في بغداد بأنه منازلة انتخابية كيف تعلقونت؟ والله ما علق لي ما لا واقع ما مرتبط بالواقع وحقائق الأمور بأي صلة فهنا عندنا مشكلة أقل شوية أقل من تريليون دينار عراقي الأخ المحافظ صرف نريد نعرف وين راحت هذا تريليون دينار روح افتر بمحافظة بغداد روح على أطراف بغداد شوف أكو فرق صار بالأربع سنوات تريليون دينار صرف وين راح هذا كل ما في الأمر لا سياسة لا انتخابات مبكرة لا انتخابات مؤخرة ثلاث سنوات ونسوين شو نتعنه ها قمت ما تحملتها في بويمان يعلق ما دافتهم جال ما يقول لك نهاية الدورة أجي أحبه نهاية الدورة شوفوا والله يبقى يوم واحد 18 سيطرة قيمة السيطرة الوحدة 18 مليار وإحنا وياكم صوتنا الضيمة التخمينية إلى ثلاث مليارات احنا صوتنا وياكم ما بدأ ما بدأ شوفها طريقة طابعتها ويانا موحناها للنزال هذه هي طريقة الأخوة في التيار الصدري بالتشويش لا يخلون المحافظة يكمل كلامه ولا يخلوا المستجرون يكمل كلامه كمم وآي طريقة موسيكة هو هس يطلع لك واحد آخر يسكت يطلع لك واحد آخر في مجلس المحافظة استمرت لثلاث ساعات عفوا واستمرت لثلاث ساعات هذه العملية يسكت واحد يطلع واحد ينب واحد وهكذا حسين أنه ده نضيع وقت ومعيس الجلسة شافة مضيعة وقت وما ده حقق شي وده بدأت الأعصاب تتشنج وبدأت التهديدات المباشرة من أحد زملاء تهديد إيه إيه هدد بشكل مباشر تهديد شون تهديد من الله العالم بالقتل بالكذا من اللي هدد من اللي هدد بتعرف كل زي من اللي هدد وغرفاني على قضية لا 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 أمام المشاهد من اللي هدد ماجد ورافع لي قضية واشتكيت يمس سيد الصدر مو أنت اللي تهديد بالتهديد أحد الأخوة الأعضاء أنا هددت أنا عم دائم كيفك شوف في استعادة طريقة شوف هاي الطريقة فلكم في مجلس محافظة تراقبون لو هددون بعضكم مع بعض شوف هذا الحال اللي واجهتنا إحنا جايين بملفات نظيفة جايين بحقائق لا لا أنت مهدد نائب صدري لا طبعا أنا هدد صدري أنا هدد أحد الأخوة المشتقلين من هو من هو هو يعرف منه واتخذت إجراءات قانونية بحق ذلك أنا هددت نعم نعم وبشهادة شهود نعم داخل استجواب كل هذا الحجم ما دري ظاهر يعني جامعين أقوال ما دري جرسة الخميث ذب بيته فلك بيه هي ما دري مصوركم ما دري وين كان ما دري فيلمكم وين كان هذه الأشياء ليش بصورها ليش بحقق بيها ده سعد لما عضو مجلس محافظة يداخل وبنهايته تتقيلها بسيطة كلمة البسيطة توجهها لعضو مجلس محافظة آخر هي بسيطة يعني انتهت القضية بسيطة لا لا شوكت شايفني أنا ضارب واحد لو ما اعتدي على واحد لو شوكت يعني حياتي مستخدم العنف ما تقدر تضرب مو ما أقدر أنا مورجر عنف عزيزي أنت تعرفني كل زي ما تقدر تضرب لأنك مسالم وبالتالي الصدريين أيضا ما يقدرون يضربون لأنهم مسالمين ليش ما تصدق قلق من الصدريين قلق من الصدريين فعلا من بعض أشخاصهم نعم قلق على حياتك الآن نعم قدم الدعوة نعم قلق على حياتي محجيب يعني بس مو من عندي استاذ صاح لا لا مع استاذ حشاكلته انت أخوي وصديقي كمل استاذ ساعر ما يتعلق فعدة تريليون دينار هذا صرف بالثلاث سنوات أو بالأربع سنوات الماضية حقيقة هذه السنة الرابعة نريد أن نفرح هذا كل ما في الأمر نريد أن نرى أكون خلل بالتعاقدات ليش صارت تعاقدات مباشرة ليش مناقصات هاي على مدار فترة حكم المحافظ وين شنتو عزيزي نحن لا لدينا عداد حتى نستجوب 34 أعزيزي لا حقيقة نحن 21 الآن صار كذا وكذا بس سابقا شلو انصار اتفقنا بعض لا لا جاوبة شون صار لا اتفقنا الناس وصلت إلى قناعة كل الأعضاء حقيقة كل الأعضاء شو وصلوا إلى قناعة أن السيد المحافظ إدارته غير صحيحة طريقة تعاملة مع المجلس بطريقة استعنائية خلي وحده السيد المحافظ إدارته غير صليمة غير صليمة طريقة تعاملة مع الموظفين غير سليمة بالمحافظة يضربهم بhasق لها واحد يضربه يسترت نتلس سنوات ونص ليش هس ما عندنا عادات المحافظة ما هذا كلام خطير هذا حدث محافظة بغداد ضرب لموظف ضرب موظف يلا سبب العركة ليش معرف يعني صارت يعني مشاجرة بيدة ضربة يعني اي احباد احمد هذا كلام دقيق له شان السالفة شو متأكد من هذا الاتهام استهد صارت حبيب قلبي انت تعرف كله زيان انه هذا كلام صحيح أستاذ أحمد نعم نحن على الهواء مباشر والناس يشاهدنا ومواطني بغداد يباعون علينا محافظة تضرب موظف؟ لا لا هذا الكلام غير دقيق نعم قد يكون زجر أو ما شابه لكن يضرب موظف أخلاقه أكبر من هذه الحجم كمل أستاذ هل سوى وحده صارت أي إدارة إدارة غير داخل شكوى الموظفين وبعده هدر للمال عام هدر هدر للمال عام وبالإضافة إلى انتقائية المناطقية مناطقية شكوى؟ يعني انتقاء بمساعدة منطقة دون أخرى يعني شين منطقة صدرية ومنطقة مصدرية؟ ما أدري يعني هناك منطقة أحد لا لا أنتوا شون عرفتوا الانتقائية؟ شون صنفوا المناطقية؟ منطقة معينة أنا طلبت مثلا على سبيل مثل أنا طلبت محولة وين إلى منطقة؟ إلى منطقة منطقة من بغداد سليش ندخل بالاسم يعني لذا انطقة الاسم ماكو داعي منطقة معينة فطلبت محولة لها المنطقة رفضت بينما الأخ الصدري رفضت لأنك صاحب الطلب رفضت مالتي رفضت الأخ الصدري منطقة قريبة طلب لنفس المنطقة محولة رأساً تم الموافقة عليها هسا نجي من الأخير أستاذ أحمد كيف ترد على هذه الاتهامات لإدارتكم لحكومة بغداد أنتم الصدريون أولاً تتعاملون بانتقائية مع المناطق واسمح لأستاذ سعد وترجم كلامك إذا أنت ما تحدث به قلنا نتحدث بصراحة تتعاملون مع المناطق بصدرية وغير صدرية شون بله هاي مجا يعرفها مثلاً مشروع ماء الطارمية بجمهور صدري قسم من مجاري المحمودية وأكمال تبليطها هاي بيها جمهور صدري نزولنا إلى أبو غريب هاي بيها جمهور صدري إنشاء أكثر من مجمع لإيواء النازحين والمهجرين من أهلنا هذا بيها جمهور صدري ما أعرف شلون يعني اتهامات أستاذ سعد العمومة أنا عن نفسي شخصياً متعود هكذا اتهامات من أستاذ سعد اتهامات تسقيطية لا تمثل الواقع بصلة أكو مسألة أخرى هاي ضمن ملفات الاستجواب يبدو مو مو رئيس سعد المطلب لا لا التحدى كانت طلعت على كل الأسئلة على سبيل المثال نجي للوحدات الإدارية ليش غيرت وحدات إدارية يا أخي تغيري الوحدات الإدارية مو مزاجي مو جمهوري مو أناغم جمهوري مدير ناحية التاجي رجل من اتحاد القوى قائلت المحكمة المحكمة الإدارية قبل سنة ونص أنت اليوم كجهة تنفيذية إحنا كجهة رقابية أوجه الجهة التنفيذية بتطبيق أوامر القضاء لو لا طيب أحسنتم طيب نعم سحبنا ملفات الوحدات الإدارية يمنى كلجنة شؤون مجالس وجهنا المحافظة بضرورة تطبيق قرار المحكمة هذا أولا زين مدير ناحية بغداد الجديدة نعم هذا منذ الدورة السابقة رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة ورئيس مجلس المحافظة الأستاذ كامل الزيدي في أكثر من كتاب للمحافظة السابق بأنه الإجراءات انتخاب مدير ناحية بغداد الجديدة غير قانونية لأنه نفس اليوم الذي أعلن فتح باب الترشيح ونفس اليوم صار بانتخاب وثاني يوم صدر لأمر ديواني وهذا مخالف للتعليمات ضمن قانون 21 زين نمضي بهذا لو نغير هذا الثاني فقط مسألة مدير أو قائم مقام المحمودية إنسان كريم من عائلة كريمة من عشيرة معروفة له تاريخ جهادي لكن وجدنا لا يمتلك شهادة لا بس أنتو يبدو المحافظ ما يتعامل مع طلبات المقدمة من أعضاء في دولة القانون أو أعضاء آخرين إلا الأعضاء الصدريين من ضمن الاستهدافات اللي مذكورة بالاستجواب يعني ذكرتك مناطق هاي بها جمهور صدري زين المحمودية لما نجينا لقينا ما يمتلك شهادة ضمن تعليمات قانون 21 قلنا ما عنده شهادة أكاديمية يعني ما نريد نطعن بشخصه أخ عزيز من عائلة كريمة لكن ما يمتلك شهادة حتى متوسطة طيب قائم مقام لذلك اتخذنا هذا الإجراء وبعد ذلك قائم مقام يا منطقة هذه المحمودية والرجل راح اشتكه وكسب القضية القضاء يقول المدراء الوحدات الإدارية يبقون بمهامهم اللي حيين إجراء الانتخابات ما عندنا كل مشكلة لكن المشكلة المدراء الوحدات في أماكن أخرى تم استبعادهم لموجبات قانونية أخو ما يستدعي أنت الآن شون ترد يا أستاذ أحمد نعم على كلام نواف في دولة القانون داخل مجلس المحافظة أن السيد المحافظ ما يتعاملوا إينا حقيقة بطريقة محافظة ونحن أعضاء مجلس محافظة ونرصد ونراقب ونتابع حموم مناطق وأطراف بغداد يتعاطى مع الصدريين يتعاملوا إياهم يسهل لهم إجراءات تقديم القدمة لكن نحن مغيبين لا يتعاطى معانا هم يتهموكم يبدو إذا تسمح للساس سعد يتهموكم بأن هذا التغييب لدورنا هذا سيؤثر على مزاج ناخبين بالنهاية في تلك المناطق وبالتالي سيسهل وصول الصدريين إلى دورة انتخابية جديدة في المجال المحلية القادمة ويجعل في الواجهة أنه فقط أعضاء مجلس المحافظة الصدريين هم من يهتمون بشؤون أطراف العاصمة نعم كيف ترد؟ نعم نحن كأعضاء مجلس المحافظة عندنا قروب من خلاله نتلقى التبليغات كاجتماع أو ندوة أو ما شابه أو نشاط السيد المحافظ يبعث برسائل عن طريق مكتبة لهذا القروب اللي خاص بأعضاء مجلس المحافظة كلكم؟ كل الأعضاء؟ نعم على العام بكل جولاته وكل افتتاح لأي مشروع لو كان الأستاذ سعد متابع لكل هذه الدعوات بعض الدعوات حضر بها الأخوة من أعضاء دولة القانون في جانب الكرخ في أطراف بغداد إذا أنت ما تحضر طبعا ما تشوف المشاريع على القروبين قل للأستاذ سعد لا لا ما نعرف نتواصل به نعم نتواصل القروب بالواتساب نعم على الواتساب نعم ها جيد تجينا رسائل أنه يوم غاد الساعة كذا أكو افتتاح لمدرسة 147 مدرسة تم افتتاحها ببغداد بجانبيها الكرخ والرصاف لماذا تتفعل إذا أنتم سعر غير شي إذا أنتم ما تجاورون لنحش على غير شي بطوياء بطوياء إذا ما تتابع وما تحضر ذن المشاريع وما تتابع حين أصلا أنتم سعرين المحافظة من البداية ما ترضون المحافظة أحسن أكو من ينوب عنه مو إلا أن يروح أكو من ينوب وقال أكو أعضاء دولة قانون يروحون أكو يروحون بس مو إلا أن يروح نعم أنتم ليش مقاطعين عزيزي إحنا مقاطعين أنا شخصين مقاطعين كل ما أقدم للطلب يقول مرفوض كل طلب محولة هذا أي شيء أطلب ما عندي يقول لي مرفوض أي بعد شيء هيتش من الله مقاطعين لا لا هو الرجال ما خلق موقف وشي بيناتكم لا لا ما خلق موقف ليش أنتقد بالإعلام ليش أنتقد أداء محافظة بغدال بالإعلام هذا أعتقد أعتقد ما دي غيري ما عندي قضية شخصية والرجال ما أستاذ أحمد أسأل زملائك الأخوة في دولة القانون باب المحافظ مغلق أمام أي عضو يتعامل مع هنا مو باب من باب الدفاع عنه لكن هذا هو كلامهم يتعامل مع كل أعضاء المجلس السواسية بل يفضلهم على أعضاء كتة الأحرار سيساعد المطلب يقول مقاطعين ما لعلام هو مجايره يا أخي هو طلب واحد كتب له موافق حسب الضوابط يقول لازم يكتب بس موافق يا أخي كل طلب لازم يكتب به موافق حسب الضوابط وتروح التابعة مع الجهة المعنية خب مو يروح هو المحافظ يتابع بنفسه ومن أروح أقول لك من أروح أبو الكارباء تعرف من هو يقول لي يا أبا ما يقبل ده زيت آلي حتى أنفذ المشروع أروح توسط يم الأخوة يم أحمد نفسي يم ساد أحمد ياسى حمد حبيبي مشي لنا يا أخي مرة مشيها مرة ما يمشيها أروح يم فاضل الشوالي أنا قلت لك جيب لي الكتاب ما جيبك أستاذ سعدين يم أكتب الفاضل أنت أكتب الفاضل وفاضل ما دبر مستخدم اللي هو رئيس الكتلة مالتكم رئيس الكتلة مالتكم أخي فاضل وديت لك كتاب ودي المحافظ هم رفض يا مهودين يعني إذا مطاني محولة استهدفها سياسيا لا يا حبيبي هذا مخلاف هذا مخلاف أكبر من ذلك شوف معانات بغداد شوف الانفجارات يا أخي شوف المشاريع الستراتيجية المتوقفة شوف هذه الطريقة هاي طريقة لا أنت صدق يا أخي نحجي تقول هاي الطريقة لأن يحجلوا أنت الآن هو الآن هو دافع عن جزء كبير من موارسات المحافظة وكي سمعناه بشكل واضح هو جهلة أسئلة بحاجة إلى الرد يقول لك المحافظة من كانت في إدارتكم تحديداً بإدارة سيد صلاح عبد الرزاق ومن حزب الدعو ومن إتلاف دوت القانون أكو فساد في السيطرات لماذا يروحون لحاسبه لماذا يروحون لحاسبه إذا أكو فساد ما يروحون لحاسبه أربع سنوات أربع سنوات ما قدروا يطلعون ملف واحد عليه دروحوا لحاسبه أسمي لازمكم دزوا حتى الملفات حتى الملفات اللي المحكمة راد عليها والنزاهة راد عليها راحوا فتحوها مرتبط لخ الكتلة الإصلاحية مالتكم وين كانت بذلك عزيزي ما أكو مشاكل أنت غير جيبي دليل شنو استجوب الناس على حاجي غير أكو دليل قطعي المحكمة تقبل به جيبوا لنا ملف على دكتور صلاح حقيقي وحنا نلزمة ما أكو يا أخي ما أكو دوروا أربع سنوات دوروا على دكتور صلاح لزمة ما أكو إذا ما أكو شنو سوي لهم حتى هاي وحدة زانيا أن القضية هي مو قضية مزاجية مو أنه أنا رحت لو ما ردني لا مو هذا القضية القضية تتعلق بقضية أوسع شنو هي خدمات لبغداد خدمات لمختلف مناطق بغداد من منطقة تميز على منطقة هذا ما مقبول هس التغيير تقول للمنطقة هس تقول لي يا منطقة حتى أجاوبك أستاذ سعد مو أنا يا أخي ما أريد ندخل بسجال بيهذا الشكل موحطر مثلا جمهور نحنا مدينة الصدر مدينة الصدر اللي هي أكثر جمهور نبيها قدم لها المحافظ فتشي مداخل اختصاص مداخل اختصاص خلاص نعم مو أنت تقول مناطقيا جاي يشتغل المناطق بها صدري هيروح للعبيدي مثلا المهم قال للعبيدي شنو اللي سواب العبيدي مثلا ما دي والله أنت سئل لك أنا جاي يسئلك مو أنت غير غير أنت السؤال السبويس اللي توزع توزع أيضا مو أنت الوزعت القضية عزيزي هي موضوع مرتبط بالخدمات مجلس المحافظ وليس مجلس سياسي حتى يتهمون أنه نسيس الأمور الموضوع موضوع خدمات عندما لا تتساوى الخدمات بين كل مواطني بغداد تبرز عندنا مشكلة نحن عندنا الأساسة هذا خليتوض من الملفات للإستجواء ياه شنو عدم التساوى لا أكو مشاريع في مناطق معينة هي هذه اللي دخلت يا مناطق أبرز منطقة بها مشاريع لا لا هي مشاريع تصير بها مشروع يلاحق المحافظ أبرز منطقة الآن بها مشروع متلك يلاحق المحافظ وهو ملف مثلا مهم بالرأيكم أنتم كمستجوبين في دولة القانون عدة ملف أشوفنا نتكلم عن 23 ملف في الاستجواب أي وكل ملف بيه 3 أرباح مخالفة مالية واتو ما نعقشت بس واحد ما كمنا 20 ما خلونا يكمل لا هو 23 بس السيد المحافظ السيد المحافظ جواب على 19 بس هو بالأصل كان 23 فهي حقيقة مو مشكلة بعدها هو ديقول الأموال باوع الأموال المرصودة مو هي نفس أموال التعاقد المبلغ يرصد بأعلى نسبة يسمونها يعني إلى سي بلاس تونتي فاي 24-25 بالمئة زائد ناقص فهم يخلون مبلغ كبير هذا يرصد أما سعر التعاقد بعد المناقصات وين تروف هو يقول دي نوفرها إلى المناقصات مو مال تحت يوفرها هذه أموال مو أموال حقيقية وتبقى بالأراق أنت لزمتوا شي بيتكم أي مسكة هيت أي أنه هاي الأموال تروح مثلا للتيار ما يطعنا وصولاتهم مثلا أنتك مثال بيت يشترا بست مليارات ليش اشتريتوا بيت وإنه عندنا ثلاث مواقع فارغة منهم يشتري بيت المحافظ هو اشترا أي ست مليارات هذه عمارة عمارة لجائرة ما بغدار لماذا ما يوديهم للميدان الميدان كامل عمارتنا بالميدان كاملة محافظة بغداد بالميدان وعندنا المحافظة جديدة كلها فارغة ويرحوا نشترون بيته بست مليارات ليش حتى ما يبغداد هذي عمارة وعدين أنتم أخذتم إجازة من مجلس المحافظة وanusi تشترون بست مليارات لا نعم سقر بغداد أخذتم إجازة من محافظة بغداد نعم ولا تقول لي نعم يا حبيبي جاوبة جاوبة استاذ أحمد في حينها وجهنا اللوم لسيد رئيس مجلس محافظة بغداد لأنه الكتاب جاي من المحافظة لرئيس المجلس وأكو إجابات من رئيس المجلس وفي حينها وقع اللوم على سيد رئيس المجلس على احتبار ما أعلم المجلس بآلية التنفيذ إذن كانت أكو مخاطبات بين المحافظة والمجلس أنا بس أذكر أستاذ سعد فد مسألة لما المحافظ طرح تبليد قضاء الحسينية اللي هو من ضمن الأطراف وافقته لا ليش لأنه ما كوا بنى تحتية قلنا لكم يا أخوان ابو كان من نفرش بس بويس بعد كل موسم أمطار خلت بلط بنسبة معينة ثمانية سنتيم حتى أقلها يكون عمرها من ثلاثة إلى خمس سنوات من الرفاض من الرفاض كل أعضاء المجلس بدون استثناء عدل أحرار لن احتبروه كسب سياسي يا أخي هناك هناك يا أخي موطر مطين تسمح لي مماكبنا تحتية بس اسمح لي هو كان هذا الطرح أنه يا أخوان خل نبلط الحسينية كلها بس اسمح لي يا أخي يا حبيبي مهي المسألة المناقلات منين اليوم استاذ سعد قد يكون ما عنده فد خلفية أو دراية بهذا الموضوع استاذ سعد ستة شهر يخابر لي على أكفة أمور بحكم الزمالة مو؟ على أمور يحتاجها بالدوائر البلدية مزين بعد الستة شهر قدت لي يا أخي انت بالإمكان تروح للمدير الدائرة البلدية تقعدوا يا اليوم انت عوضوا ميس محافظة مو تملمولا من استاذ سعد لا بس حتى يكون علاقة قل لي ليه شو واته مو مسؤول على الدوائر قدت لي يا أخي أنا مسؤول لجنة شؤون المجالس البلدية والمحلية ذيتها المسؤول عنها هيئة خدمات بغداد إذا أنا ما أميز بين الدوائر البلدية والمجالس البلدية شلون أميز بين المشاريع؟ ما يخالف استاذ الحمد زكاة العلم إنفاق لا يا أخي لا يا حبيبي فلما انطرحنا نبلط الحسينية لأنه بالصيف بس يترابوا بالشتاء أمطار وطين ما بلطها المحافظ بس اسمح لي مو كان المقترح من المحافظ قالوا هذا هدر للمال العام شنو هدر للمال العام؟ أستكثر على أهل الحسينية تبليطها لأنه ما كو بنا تحتية طيب واني بعد كل موسم أنطار مثل ما ذكر أستاذ سعد أخذ فقط السبيس لأن لا يمكن إجراء شنو المشاريع حديثي خلي بلطه وما راجع للمحافظة ملازم بس اسمح لي لا 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 اسمح وياك كل الاستملاكات نحن نصوت عليها ببداية موازنة كل عام بداية كل عام نحن مصوتين على الموازنة بصورة عامة أكو مبلغ معين للاستملاك نحن مصوتين عليه سواء للاستملاك أو باقي المشاريع هس شنو المشاريع بالضبط ذاك الوقت المحافظة اللي نفذها إذن أنا سقر بغداد رجعت بي المجلس المحافظة أستاذ أحمد أنا صوتت لك على موازنة الاستملاك هل قد مبلغ لا لا أكو مشاريع أخرى ما رأس المحافظة في دورة الحالية لا يمكن بدون العودة إلى مجلس المحافظة لا يمكن للمحافظة البدء بأي مشروع دون الرجوع لمجلس المحافظة ووزارة التخطيط بعدم حصوله على موافقة ذول الجهتين لا يستطيع إتمام أي مشروع جاوب ساعة سقر بغداد تم استئذان مجلس المحافظة قبل البدء بتنفيذه دس كتاب رسمي لسيد رئيس المجلس نعم لا يوجد كتاب مجلس المحافظة صوت قرأ فكرة المحافظة اطلع على آلية عمل منظومة أستاذ أحمد سؤالي لك حبيبي ها أستاذ أحمد شلون حبيبي مجلس المحافظة طلع على آلية عمل منظومة منظومة سقر بغداد صوت عليها نعم نعم منظومة سقر بغداد ابتداء وإذا نرجع أكون لقاء سابق لأستاذ سعد على شاشة العراقية كان من المؤيدين لهذا المشروع وعنده تحفظ وملاحظات على بعض الفقرات نعم على شاشة العراقية والعراقية صحيح ابقوا وياي أستاذ سعد أثار ملاحظات هي نفس الملاحظات عنده وعد باق الإخوان هذا المشروع اليوم كحكومة اتحادية أو محلية غير قادرين على تنفيذ هكذا مشروع حديث إذا لا بد أن نذهب للاستثمار نعم قد يكون هناك ملاحظات على جوانب فنية ملاحظات على نقاط التعاقد نعم وهذا أيضا ما ذهب إليه سيد رئيس الوزراء مخاطبته لوزارة الداخلية والجهات الأمنية أنه أمضم هذا المشروع بعد إعادة النظر بفقرات التعاقد وتصحيحها بما يخدم العملية الأمنية على احتبار عملية بغداد هي الجهة عمليات بغداد هي الجهة المسيطرة والمتابعة والمستفيدة من هذا المشروع بالنتيجة كل أجهزتنا الأمنية مثل ما أشار إلى أستاذ سعد هي تكون مستفيدة فقط عدن ملاحظات فنية بالإمكان الجلوس مع الجهة المنفذة وتعديل بنود الاتفاق جيد جيد أعلق السيد سعد المطالبي إذن أنتوا بالنهاية مطلعين على عمل منظومة صقر بغداد منظومة صقر بغداد الآن استحدثة نظام بغداد منظومة الكاميرات أيضا غرفة المراقبة والمتابعة خلنا نسميه مطبخ الأمن لبغداد هو في بناية محافظة بغداد هم راح يشد أزمة في مجلس المحافظة؟ طبعا للأسف هذا اكتشفناه مؤخرا ولا كان هذا على رأس القائمة الاستجواب الكاميرات؟ طبعا لأن أولا إلى أن طلعت بالتلفزيون واعترضت على هذا الموضوع أن الكاميرات تشتغل من الساعة 8 إلى 4 العصر وبعدين؟ نعزل نعزل المحافظة وكل واحد يذهب إلى الأهلة بالأربعة تعزل الكاميرات؟ فلن يراقب الكاميرات من حجية الحتي هذا ثاني يوم جابوا ثلاث نفرات قلوا لهم يكونوا بالهذه يباتون خفر على الكاميرات سألنا الجماعة ذول المدربين إذا شاف حادثة شي سوي بمن يتصل كذا قالوا كل شما يعرفون جابين بس حتى ينامون فبالتأكيد لو الكاميرات لو احنا مكتش فيها سابقا لو دازلنا سيد المحافظ دراسة جدوى مالتها وين راح يخلوها على أساس راح تنصب من راح يديرها هذا مخالف لقانون طبعا مخالفة مخالفة كبير مجلس بيدري بيها أنا باللجنة الأمنية ولا عندي علم بهذه المنظومة تقاطع المحافظة ما تتابع أخبار يا أخي أكو كتب رسميا مفروض تسليها حبيبي سوي لحج مار كتب رسمية يدزوني أنا ما نحن نحن بالإعلام يعني نتناقش بأمور بغداد بالإعلام أو تابع الواتساب كتب رسمية دوائر هذه يا أخي والله جاء نسمع صروحاتك بس بالإعلام استاذ سعد ما طرحت بالمجلس وما طارح بالمجلس استاذ سعد هذه المحاضر الجلسات كلها مسجلة ما طرحت فد احتراض لا أنت ولا أستاذ عطوان في المجلس ما ندري بي وين صوتكم ما يجلس المحاضر يا أخذت السنوات ونصف ما تدري اليوم اللي جريت وين شنت لعت وين شنت عن مصلحتها البغداد يا أستاذ سعد يا أخي خلحت شي خلأ كمل توكل بالإعلام اكتشفنا كفت تاحية لمنظومة كاميرات يا بي شو هالكاميرات وإذا ما دي ملايين دولارات صلفت مليون ملايين ديانانير على أقل تغذير صلفت على مجموعة كبيرة من الكاميرات لا أنا لا رئيس اللجنة الأمنية رئيس اللجنة الأمنية لا معاونة محد باللجنة الأمنية يعرف بهذا الموضوع استدعيت المحافظ لو ندري لا مهيجة متأخرة شو متأخرة صار لشهرين من افتتاح حرج لا 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 قبل 3 شهر طينا هم الأسئلة لا استجواب طلبنا استجواب صار لفترة طويلة جدا فإحنا لو استلميها المعلومات قبل ما نطرح الأسئلة الاستجوابية كان ضفناها بالتأكيد لكن الأسف إحنا ما عرفنا بهذا الموضوع إلا بعد تأخر ولا هو هذا مخالفة صريحة مخالفة صريحة لقضية الأمن وبعدين من اشتراها من يا وكالة اشتراها من يا شركة اشتراها شلو شكل العقد اللي اشتراها أكو الصيانة على هالكاميرات تليها الكاميرات بالحرارة والرطوبة والجو الراقي الجو بغداد يحتاج إلى صناية معينة وزارة الداخلية تدري بالموضوع؟ صحة وزارة الداخلية ما تدري بالموضوع لو تدري كان أخذت المونيترات الشاشات عندها مو بالمجلس المحافظة هذا شوف كل عالم مو بناية المحافظة مو بناية المحافظة كل العالم هذه المنظومات موجودة لكن بالتعاون مع وزارات الداخلية في تلك الموضوع الداخلية ما حاجة ليش أنت تحجي الداخلية حدا ما معترضنا مفلوسنا أهل بغداد داخلية ما تقدروا فلوسكم؟ ما شعله بالداخلية داخلية اتحادية كل العراق بس محافظة بغداد بس ما اعترضت إلى الآن ما أعرف حقيقة ما أعرف يبدو كتنسيق بيننا بين الداخلية ما أدري ما أخبرونا أحنا كلجنة أمنية ما أخبرونا أنت ما تدري دزيت استفسار؟ لا يا أخي دزيت استفسار دزيت استفسار لمحافظة؟ لا والوزارة دزين وزارة وزارة عمليك بغداد شنو مالوماتكم عن هذه القضية؟ ما يجعل جواب اليهس ما يجعل جواب اليهس اليهس ما يجعل جواب اليهس استاذ أنتو في المحافظة يتجاوز مجلس النواب مجلس المحافظة العفو وأمامك عضو زميل إليك في إتلاف دولة القانون يتهم المحافظة بأنها سلطة حقيقة لا تريد أن تنسق عملها مع مجلس المحافظة لا لا على العكس من ذلك كان قلت لك مع شديد الأسف أهالي بغداد اللي جنوب من هذه الدورة وبفضل بعض الأخوة في دولة القانون أنه المناكفات السياسية ما فيديهم ظهرنا من أجل مناقشة أو طرح مشاريع أو أي أمر بخدمة الأهالي بغداد وإحنا ما شاء الله يبيدكم السلطة بس اسمحني يا أخي بس اسمحني سنة كاملة بس محاكم خلصناها من اللي احترض على القانونية الجلسة الأولى من اللي استجوب السيد رئيس المجلس وحاليا أيضا إذن إحنا ما نجتمع بس بخلافاتنا ونظهرها للشارع فأني أتمنى وكل أمل بأهالي بغداد أنه يميزون ويغيرون كل الوجوه بما فيهم المتكلم حتى يجوون ناس قلبهم على أهل بغداد فعلا يكون المفروض نطلع نتباره كيف ندفع الضرر عن أهالي بغداد نقلل الانفجارات تعرف يا أخي أكو مشروع مقدمتها شركة فرنسية لنصب كاميرات بكل بغداد في المحافظة السابق لا 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 هذا اتحادي ووزارة الداخلية متجاوباته بالنتيجة الشركة الفرنسية لأن تعرفها ما تطيق موسيون الشركات العالمية هذه تجي تشتغل بحرفية ومهنية لأن هذه سمعتها دولية فبالنتيجة عرقل مشروع إتمام الكاميرات كما يعرقل أي مشروع بخدمة وما تستفاد منه الجهات السياسية واضطرت هذه الشركة الفرنسية إلى رفع دعوة ضد وزارة الداخلية وكسبة الدعوة بعام 2015 بوقت اللي ماكو موازنات فبالنتيجة هذا المشروع توقف أنا قلت لك سابقا الأستاذ سعاد زميلي المفروض يرجع إلى شروط التعاقد اليوم لما عندك بنت مثل ما قلنا بجانب الصحة والجانب الأمني وجانب الاستملاك أكو الباب الأمني إحنا مصوتين على مبلغ ينفق بالجانب الأمني خمسة مليارات ونصف مليار دينار أستاذ أحمد نعم هذا تم تصويت مجلس المحافظة عليه لتنفيذ مشروع الكاميرا أنت تصوت على باب كامل ما تصوت على جزئيات الجزئيات هذه مسؤولية المحافظة المحافظة تجي تطبق أكو شروط أكو شروط للتعاقدات الحكومية وأكو استثناءات للمحافظين للمشاريع الضرورية اللي تستوجب كأن تكون الأمنية مثل هذا المشروع أو غيره لذلك المحافظة ذهبت بالتنسيق كان أكو ممثل عند افتتاح هذه الكاميرات ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن عمليات بغداد ومدير استخبارات بغداد وأجهزة أمنية أخرى في بداية تشغيل هذا المشروع على احتبار كل الجهات الأمنية بعد مدازة ممثليها ومندوبينها حتى يعملون على هذه الكاميرات خب مو منظف يعمل على متابعة هذه الكاميرات بعد ذلك جرى تنسيق لما نفتحت المشروع رغم أنه 30% حاليا من شوارع بغداد مغطاة بهذه الكاميرات سامحنا على مغاطعتك أستاذ أحمد أتمنى أن تتفضل بالبقاء معي فقط ننتقل إلى استثمار ما تبقى من الوقت للبرنامج بالاستشراف بيوم غد أستاذ ساعد الباتش راح يصير في مجلس المحافظة في فندق الرشيد ستقام ساعة 11 صار حدي 11 صباحا لماذا في فندق الرشيد صار اقتحام وبعدين ما قدرنا نسيطر على الداخلين بالجلسة ما مهار التضليم من اقتحام من اقتحام أشخاص ما معروفين فقط الإعلام فقط الإعلام وإحنا موجودين ملئت الجلسة بأشخاص ما نعرفهم من أدري فضائيين دخلوية الأخ المحافظ يقول لك فضائيين دخلوية الأخ المحافظ فضائيين شيء بعد دخلوية الموكب في بناية المجلس في داخل مجلس المحافظ بالقاعمة للإستجواب غير صحيح غير صحيح فهذه الشخصيات اللي صورناها طبعا مسلحين لا ما عدري اللي صورناهم طبعا بعدادهم الكاملة فما قدرنا سيطر ما قدرنا سيطر راح تخلوا داخل منطقة الخضراء راح نروح في فندق الرشيد يعني داخل منطقة الخضراء داخل منطقة الخضراء حتى ليه تخل سلاح وساعة 11 باشر إن شاء الله صباحا يكون الجلسة جلسة استجواب يقال الباشر المحافظ لو فقط أنا يعني أعتقد ضمن الحقائق الموجودة والواقع الموجود والملفات الموجودة بالتأكيد يقال بس طبعا هم راح خربون الجلسة من وياكم بالمجلس ترهنون على نصوت كل الأخوة كل الأخوة الموجودين بالمجلس المحافظة سماعته جلسة نعترض بالقانون يا دولة القانون اشتيدك حلواذي جيدا فإحنا طبعا المفتجوه مو من حق يعترض على شيء جيد هذه قانون يعني قانون استجواب جيد المهم فإن شاء الله إن شاء الله يقشف الحقائق الاستجواب انتقل من بناء مجلس المحافظة حافظة إلى داخل أسوار المنطقة الخضراء أحديدا في فندق الرشيد لمنع دخول المسلحين حقيقة هذا يثبت ما ذهبنا عليه أنه هناك استهداف وضغوطات حتى على الشركاء السياسية شركاءنا ككتلة أحراض ماكوا أسباب موجبة لنقل وحقيقة أيضا قدمنا شكوى واستفهام لسيد رئيس المجلس وأيضا لجهات قانونية أخرى مختصة ما نعرف ليش الأستاذ سعد يقول دخلت جهات كل القنوات كانت موجودة بالنتيجة إذا تحسب كل قنوات إذا كل كاميرا وياها شخصين بالنتيجة هذه الأعداد الموجودة حماياتنا أصلا ما دخلت للقاعة بعد مئات المترات عن قاعة الجلسة لم يكن هناك خرق للجلسة نحن نستغرب إنه نقلنا هين إحنا مثلا بالأنبار وأكو ضرورة أمنية تستجوب أو صلاح الدين مع احترامي للمحافظة نحضر له وين ما تكون نحضر لأن إحنا اليوم كلامنا بالقانون وإذا نحترض بالقانون احتراضنا الأول كان أنه المستجوب ضمن دائرة الاتهام ودائرة التقصير احتراضنا على هذه المسألة وأيضا ننتظر رد الجهات القانونية وغدا أيضا إذا كان عندنا احتراض لن نحترض دون القانون ولن نحتكم لغير القانون سترفعون صوتكم يا أخوتنا في دولة القانون تكيد يعني وتشويشون على الجلسة هكذا يقول ساعد المطال هو متشويش يا أخي أنا اليوم لما أصر على موقف الموقف قانوني إذا ما يسمع أضطر إنه أعل صوتي لكي يسمع بالقانون لا أتجاوز الأطر القانونية بالنتيجة أقصية ممتجاوز هذا ليس حقق تحت شيء عبيبي لازم المستجوب هو يقول يا أخي هذا غير قانوني مو أنتو يعني أنتو كنت من المستجوب من المستجوب توزعوا على القاعة المستجوب له المستجوب سيد المحافظ المستجوب نعم إذا عنده اعتراض المفروض هو يعتراض مو أنتو تعترضون بالنيابة عنه إنتو المفروض قعدون حالكم حالنا نسكوت ونستمع إذا سيد المحافظ عنده مشكلة خب يقول يا أخي المشكلة هذه مو واجمك التواجبي نقوم صيح المشكلة مو يمن المستجوب المشكلة عندنا أكو مشكلة أثيرة شبهة قانونية حول المستجوب 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 اليوم هو من دائرة الاتهام كان اعتراضنا هنا مو من حقنا يا عزيزي جهة رقابية حبيبي بجلسة استجوب بجلسة استجوب ما أدخل بأسئلته يا أخي ارجع للقانون استاذ سعد ارجع للقانون هم ده وقت البلنامج استاذ أحمد القانون يقول بس المستجوب والمستجوب ورئيس الجلسة يحكي أيها الأخوة في دولة القانون يعترضون بالقانون عجدد هذا شعار الصدريين يقومون جلسة يوم غد مشاهدينا واستمعنا طبعا هذا نعتبره حقيقة سبق أنه جلسة يوم غد راح تعقد في فندق الرشيد داخل أسوار المنطقة القضراء فوجه الإعلام ما في الأخوة زمراء الإعلام يخيط وجونه إلى فندق الرشيد ما أعتقد يجوز باش راح يحضرون وسائل الإعلام ليش خاصة الاجراءات الأمنية من المنطقة القضراء تختلف يجوز الأخوان من العونه لا 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 حسب الرسالة هناك تنسيق للترحيب تنسيق للترحيب بكل قنوات الإعلامية تجي تتفضل إن شاء الله سيد سعد المطالب يعضو مجلس محافظة بغداد عن دورة قانون شكرا لكم شكرا لكم السيد أحمد المالك يعضو مجلس بغداد عن الأحرار شكرا جزيلا لكم شكرا لكم مشاهدي ومستمعين مدى على حسن المتابعة والإصغار تقبلوا تحياتنا في الإعداد والتقليم حامس سيد وتحيات فريق العمل ملتقانا غدا بإذن الله في أمان الله اشتركوا في القناة